أيضا نشير إلى هذا العجل وصول سفينة سعودية إلى قاعدة الملك فيصل ونحن نشاهد هذه الصور المباشرة من قاعدة الملك فيصل البحرية على متن هذه السفينة حوالي 2000 من الرعاية الذين تم إجلاؤهم من السودان وطبعا كما نحن نتابع بأن الرعاية الذين يتم إجلاؤهم من السودان هم رعاية من دول مختلفة ولكن يعني يحظون بنفس المعاملة وبتقديم نعم أيضا نشاهد هذه السفينة على متنها لهذه السفينة سفينة لإجلاء الرعاية يعني جنسيات مختلفة حتى أن زميل هاني تحدث عن إجلاء حوالي يعني رعاية لتسعين دولة لغاية الآن وربما أكثر لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر